ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إذا تم التحقق من ذلك ينتهي بالوصول إلى كل أرجاء العالم وبرأيه فإن احترام التدابير الاحترازية هو فقط الكثير بالتصدي للحالات القادمة من الخارج وإبطاء تفشي الفيروسات في انتظار حماية السكان عن طريق التلقيح وبخصوص السيناريوهات المحتملة على مستوى العالم أبرز حمض أنه إذا تبين أن قابلية انتقال المتحور الجديد تفوق بشكل طفيف متحور دلطاء السائد حاليا فإن الوضع لن يشهد تغييرا كبيرا بينما إذا وصلت قابلية الانتقال إلى 50% أو أكثر من دلطاء فإن العالم سيواجه مواجهة قوية جديدة خاصة في البلدان التي لم تبلغ فيها عملية التلقيح مستويات متقدمة